أشهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتنامي علاقات الشراقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وتنوعها في مختلف المجالات وتعدد الزيارات بين الجانبين على مستوى كبار المسؤولين جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع سفير فرنسا لدى مصر مارك باريتي حيث أكد مدبولي تطلع مصر لاستمرار التعاون الوثيق بين البلدين خلال فترة الولاية الثانية للرئيس ماكرون لسيما في ظل التحديات الدولية الاقتصادية التي تلقي بظلالها على العالم في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وفي أعقاب جائحة كورونا وشدد رئيس الوزراء على الاهتمام بتفعيل وتنفيذ مذكرة التفاهم والاتفاقات المختلفة التي تم توقيع عليها خلال الفترة الماضية من جانبه أكد السفير الفرنسي أن فرنسا تنظر لمصر كدولة محورية تربطها بها تاريخ طويل وممتد مشددا على دعم بلاده للمفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج جديد اشتركوا في القناة